شلل شبه كلي تشهده فرنسا جراء محطات الوقود المغلقة وتوابير طويلة لا نهاية لها وارتفاع جنوني في الأسعار هكذا يبدو المشهد في كل المدن من شمال البلاد إلى جنوبها بعد تجدد الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل الإنتاج في أربع من مصافيات تكرير الرئيسية في البلاد كما تسبب الإضراب في انخفاض المخزون في ثلث محطات المحروقات وتعطل أكثر من 60% من طاقات التكرير الفرنسية أي 740 ألف برميل يوميا مما أجبر السلطات على استراد المزيد من الوقود ما عرض الحكومة الفرنسية لحملة انتقادات لا ثعاب وأمام هذا الوضع حثت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن الإدارة والنقبات على الإنخراط في مفاوضات بشأن الأجور بغية الخروج من هذا المأسق يبدو أن المواجهة لن تنتهي قريبا بين إدارة تطال إنيرجي والنقبات التي تطالب بزيادة الأجور ما يضع حكومة إليزابيت بورن في فوهة بوركان وضع دفع بها لاستخدام أسلوب التهديد باللجوء إلى تدابير قانونية تسمح لها بحلحلة الوضع واحتواء غضب الشارع الفرنسي وكذا تجنب هواجس أصعب شتاء بسبب أزمة الغاز